سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى سراط المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقذب على قبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس الرؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجل الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربه وما الله بغافلين عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم لا يكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاسبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجل الحرام وإنه لنحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجل الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولو ثم نعمتين عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إذن الله مع الصابر ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمرة من شعائل الله فمن حج البيت أم اعتمر فناجنا حاليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم ونتواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم نعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفنكلة تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما انفحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لكم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونا كحب الله والذين آمنوا وشدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت تودم ونحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب واشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشيط والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذا من قربا واليتام والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأخام الصلاة وتزكاة والمفتن بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عذر من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتلى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ارتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشلون أحل لكم ليلة الصيام رفضوا إلى نسائكم هن رباس لكم وأنتم رباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروا هن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها فذلك يبين الله آياته للناس لعلهم ارتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة كل هي مواقع للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب الموتدين وقتلوهم حيث تقفتموهم واخرجوهم من حيث واخرجوكم والفتنة وشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء كافرين فإن انتهوا فإن الله غفر رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاد فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم من التهنكة وأحسنوا إن الله يحب الموصنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيصر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسق فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيصر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج وشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدان في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد ثقى وتقول يا أولي الألباب ليس عليكم جناحنا تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم لا فيه من حيث وفض الناس واستغفروا الله إن الله غفر الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ما باءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يكون ربنا آتنا في الدنيا وما له في آخرت من خلاق ومنهم من يكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سرع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحصلون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفسال وإذا قيل له التقيل الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ونبسا مهال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رغوف من عباد يا أيها الذين أمنوا في السلم كافة ونا تتبعوا خطوات شيطان إنه لهم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فعلموا أن الله عجز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبد النعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد عقاب زين للذين كفروا حياة الدنيا واسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسمتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خروا من قبلكم مستهم البساء والضراء وزنزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ونقربين واليتام والمساكين ومن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به يعلم كثب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم نتعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجر الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله والفدنة أكبر من القتل ولا يسادون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمارهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهلوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله وفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لآنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث ومركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حر تحلكم فأتوحرتكم أن ناشئتوا ونقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاق وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يغلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطنقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قلوب ولا يحب لهن يكون ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مزل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن ذرجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتاني فإنساكم بمعروف وتسريح بإحسان ولا يحب لكم أن تأخذوا مما تيتموهن شيئا إلا أن يخافا لا يقيم حدود الله فإن خذبا لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتلت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طنقها فلا تحيدونه من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طنقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن طنى أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقم يعلمون وإذا طنقتم النساء فبلغنجلهن فامسكوهن بمعروف تسريحوهن بمعروف ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نيمة الله عليكم وما أنزل عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنج لهن فلا تعذنهن أن ينكحن زواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد اتصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون مصير والذين يتوفعون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة شعور وعشرة فإذا بلغنا جنهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطوة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تكونوا قونا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسهن فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسيع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قول أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنص ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده وقدت النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسأوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعفا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله أعلم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع نار وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارنا تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل الطالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترق غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا ناطاقتنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا ومنصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم لبعض فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالم تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر